يجري الاتحاد الكويتي لكورة الغداء ممثلا في لجلة المسابقات مساء غد ثلاثة قرعة بطولات الموسم الجديد ووجه بذلك الاتحاد الدعوة إلى الأندية لترشيح موثلين عنها لحضور القرعة ويشهد الموسم القادم إقامة خمس بطولات هي الدور الممتاز ودور الدرجة الأولى وكأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العد إلى جانب البطولة التنشيطية وينطلق الموسم بلقاء فريقاء القادسية والكويت في كأس السوبر في الثامن عشر من أغسطس المقبل فيما ينطلق الدور الممتاز في السادس والعشرين من الشهر ذاته بعد بيومين يبدأ دور الدرجة الأولى